لم نقول بأن شباب الكويت فعلا مبدع ويثبت نفسه في كل مجال ما هو حديث أو مجرد جملة نقولها بالعكس هناك انجاز كبير ومثل ما شفنا عيسى الحبيب أيضا اليوم ضيوفي شابين كل واحد فيهم تخصص بمجال حلو وهو طبعا فن النحت على الخشب يمكن احنا نحن ممستوعبين هذا الفن لكن هو فن عالمي كبير جدا ويعتبر من وجه الحضاري لأي دولة ما وقفوا على هذا الحد بالعكس دوروا موهبتهم بالدراسة الأكاديمية وسافروا وشافوا واشتغلوا في الخارج في أعرق المراكز المتخصصة نشوف هذا التغرير ونرجع مع رضيوفي يتميز الكثير من الشباب الكويتي بمواهبهم المختلفة وابداعاتهم المتعددة في مجال الحرف اليدوية وخصوصا فن النحت في الخشب والحجر وجذوع الأشجار وحتى الحديد عبدالله عن البهويد وفهد الحاجري اثنين من الشباب الكويتي اللفتوا الانتباه في الكثير من مشاركاتهم الخارجية والداخلية كل واحد منهم تميز بعملها وخبرتها وايضا لمساتها فكانت منتجاتهم صور إبداعية عكست إبداعاتهم في فبراير الماضي كانت لهم مشاركة وايد مميزة في معرض الصناع العالمي بنسخته الكويتية شنو سنها التمييز هذا اللي بنعرفه في بل كويتي بسمكم ارحب بالنحات عبدالله علي البهويد والنحات فهد الهاجري وبنتكلم عن كل ما يختص هذه الهواية والموهبة وهم ما شاء الله محترفين فيها مساكم الله بالخير شكرا الله بالله طبعا هالفن ممكن هو يعني مو غريب علينا لكن ما شاء الله هني بالكويت الكل يسافر ويشوف لكن ما قدر يمارسه ويمكن غير متشجع فنتكلم مع منه نتكلم مع عبدالله ولا فهد بما قلت نحات فيبلش نحات فعليه يا فهد يالله عيلو يا والله شوف النحة يعني بالكويت موهو جديد يعني ابتدأ بالستينات من أيام بداية ظهور نحاتين اليوم سامي محمد وخزعل القفاص وابد الحميد اسماعيل وغير ابن اسمائل اللي يعني تعتبر ثغل كبير يعني بالنسبة للنحة فما هو جديد علينا لكن يعني في السنوات اللي فاتت يعني شوية بدأ ينزل النحة أو بدأ الوعي عند الناس شوية يقل بالنسبة للنحة يعني خاصة يعني بعض الأمور اللي هي يعني تدخل الحرام والحلاء كذا والتجسيد وهذا فالناس خذت منه موقف يعني وهو يعني المتواجد عندنا بالكويت يعني كلها ما في تجسيد يعني صحيح يعني كنحاتين ما نجسد يعني الجسد البشري أو الأرواح يعني ما نجسد هي عبارة عن ما تكون أشكال هندسية أو يعني تكون مجرد يعني شكل إنسان لكن مجرد تشوفه مثل كأنه شيء هلامي في رأس فوق لا يمكن تكون فيه روح فهي عبارة عن أشكال وفيها رسالة طبعا نعم نعم فهذا دائما توجه لأنت ما شفيه نعم وهذا لازم أن الناس تستوعب هذا الفن فن من النحة نزيل تكلم بأبدالله تتعطي دروس صح وتعطي دورات إيه بس أنا أصلح شيء أنا بالبداية أنا مون نحات في معنى فهد ما شاء الله فهد ينحط على الخشب أو الرخام أو وايد لو عالمي بعد اليوم حلقة عالمية أنا أفضل أن أكون حرفي ممتاز مجالات الخشب كثيرة نحة حفر نقش خراطة نجارة ما أقدر أقول عن نفسي نحات ولا أقدر أقول عن نفسي أن أنا في مجال معين بس الحرفة بشكل عام أتوقع اليوم هي شيء صارت وايد مهم إذا بنتكلم عن مشاركتنا بمعرض ميكر فير ضروري أنا وفهد كنا مشاركين بالنسخة الأولى والنسخة الثانية نعم فبالنسخة الأولى كنا نلاحظ اللي موجودين كحرفيين في عالم الخشب عددهم ما يتجاوز عشرة قل لك إنه في النسخة الثانية اللي مو بالخشب عددهم ما يتجاوز عشرة آه صحيح فعكسة الصورة بشكل عام هذا شيء يدل أن اليوم الثقافة عند المجتمع فالشة تتغير الناس قامت تغير النظرة الدونية حق الحرفي اللي يشتغل بيده فبالعكس في البدايات ما يرد أننا في المجتمع أن على سبيل المثال الشغلات اليدوية لا تخطيك البروتوكول أو البرستيج اسمع المستمع فاليو هذا الشيء رائع الحلو أنه راح الناس قامت تنكس معك وتشجعك و تطور الموضوع بشكل كبير هذا يعتبر شيء إيجابي طبعا خاصة يعني الحين الجيل الجديد ما شاء الله يعني أنا أشوف ألاحظ أنا عندي مدرسة صغيرة بورشتي أدرب فيها جيال يعني أحاب أني أنا يكون ليه امتداد بعدين يعني استاذ أكون لهم بعدين لو يطلع واحد من بين عشرة من تلاميذك ويطلع ويصير يعني شيء أي طبعا منه استاذك استاذي فلان فهذا مثل امتداد لك شيء جميل يعني وبالعكس أنا أستنس وايد لما أشوف أني طالبات وطالبات حتى أكثر من بنات عندي ممتاز أي حابين الشيء هذا لأن الجيل الآن هذا وعى غير عن الجيل مثل ما قال أخي عبدالله أنه كان فيه نظرة شوي دونية حق اللي يشتغل بيده حتى يعني أذكر أيام الثانوية المقرارات كانت عندنا مادة الخشب والزخرفة وهذا يعني الشباب واعي على هذا الموضوع يدري بهذه الحرفة مو بالصورة هذي يعني الوعي اليوم لما دشينا في المجال كنا شفتك أكبر من جيلة لا أي شفنا أنه وايد عندنا شغلات قلط وايد شغلات عندنا لازم الناس تطورت ومشت وإننا واقفين فاليوم إحنا ضالين على نفس ما تعلمنا ما وصلنا حقا الأماكن صحيح الأنصر النسائي قباله شكل يخرق صحيح أكثر من الشباب فاليوم هي أصارت الحرفة إذا تحتاج مجهود ترى بنات الكويت شغالين ما شاء الله في مجال الناحة والمجال الفني والحرفي اليدوي في أي مجال نعم وهذا فعلا موجودة إذا تشوف المشاريع الصغيرة وكلها يعني يستخدم الحرفة اليدوية لكن قبل أن نتعمق في هذا الموضوع أعرف ميكر فير السنة يلاقى نجاح جدا كبير وأنت و أي مراكز وصلتوا فيه أنا العام خذيتي مركز الثالث في النحت اللي هو النحت بالمنشار بس بالمنشار اللي هو رف كارفينج هم مجرد بس تقطيع وتطلع الشكل تقسم الشكل يعني جزء بسيط من التفاصيل يعني بعض التفاصيل تعطيها أخوي ما شاء الله عبدالله يعني تتميز يعني بالفن ماله بالمعرض اللي فات وهذا ماذا كان نزيل عدد أبدال قول لنا أنا فست بكل المراكز العام وهالسنة طبعا مو بسمه لأننا مربع يفوزون أنا كأني فست أحنا مجموعة قاعد نشيل بعض شاركت كمجموعة كفريق أحنا كل واحد مشارك باسمه بس بالصج أنا المفهد يفوز ولا أيا كان من ربع يفوز نحن نسألنا نساعد بعض فهد يهد مكانه بالمعرض يوقف مكاني إذا أنا محتاج أمشي يعني ما تحس أن أنا بأفوز على فهد أحنا قاعد نوصل رسالة حق الناس مشكورة الشركة الكويتية للإستثمار أنا ساعدت وحطت لنا هذا المعرض يعني أنا أحب أشكر السيد فواز أحمد وطرال وبو سليمان يعني الرجدان بصراحة يعني يعني مثل ما تقول لمو لمو الشباب يعني اللي كنا نحاول أن نسوي لنا لو معرض مشترك كلنا كحرفيين أو كفنانيين نتمع مع بعض أهم سووه نعم والآن أهم الراعي الرئيسي حقي أنا نعم أنا أول ما كان لأي راعي كنت أشارك دايما مشاركات الخارجية أما تكون على حساب الجهة الداعتني أو أن تكون على حساب الشخصي فالشركة الكويتية ما قصروا الحصار عندك رأي نعم الشركة الكويتية التقيت في سيد فواز الأحمد نعم ومع طلال الرجدان وقعدنا وقالوا أنت شنو تبي هذه قبل هذه ممتاز وفعلا ما قصروا ومن المأرض قاعد يسوون شيء يعني حلو حق الشباب ومن هذا يمكننا نوجه رسالة حق باجي الشركات اليوم فهد مبدع عندنا فنانيين نعم يستهلون أن أحد يدعمهم ففهد خذ الخطوة الأولى ويكون إن شاء الله الشركات تأخذ الحظ نفسها مثل ما سوت الشركة الكويتيريس الإثمار في طاقات تحتاج الدعم عندنا يعني أنا أتمنى حتى أن أعرض أكثر مرة على أفكار على عدة جهات يعني إحنا بلدنا جميل نحبه لكن أريد أن يصير أجمل وأجمل هذا المطلوب عندنا ميادين أو الدواوير الكبار يعني فيها خضرة فيها يعني مباني لكن ينقصها اللمسة الجمالية نعم اللمسة الجمالية شون نسويها أنا أردت فكرة أنه يكون نحن نحاتين من بره بالإضافة للنحاتين الكويتين ونشتغل على الحجر كرخام نعم أعجام كبيرة وكل عمل يروح بدوار يقعد عمل يروح مثلا إلى المتحف اللي هو المتحف فهد الله السالم نعم نعم طبعا الكوريوم هناك أماكن على الواجهة البحرية ينحط فأتمنى من كل قلبي هذا حلم بالنسبة لي أن تصير الكويت منحوتات طبعا أنا أقدم مشروع والمشروع هذا في ثيم أن يكون بعيد يعني كل البعد عن التجسيد 100% الأرواح وغيرها أشياء تجريدية جميلة أشكال جمالية 100% بحيث أن يعني تعطي يعني لمسة جمالية للشوارع 100% يعني شوفت حتى من الأماكن بعد اللي قاعد أشوف أن الشباب الكويتي قاعد يعني يستنزف كل طاقة الإيجابية فيها حديقة الشهيد وأيضا هناك يعني بعض الأشكال وبعض المجسمات الجميلة والهاتفة لها رسالة حديقة الشهيد في عندنا فنان بدر منصور نعم هناك نصب اللي هو نصب الشهيد نعم عبارة عن خريطة الكويت طالع منها حمام بشكل جميل اللي هو من الستيل اللي يمسوي لكن باقي المجسمات كلها أجانب يعني كلها جانب مو كلها كويتيين لا لا مو كلها كويتيين هل توقعت بأن كل الموجود من أعمال شباب الكويت لا 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 شركات مختصة وغيرها نعم فهو لازم بالعكس أن شباب الكويت يكون يعني تكون إيدها موجودة في كل مكان خصوصا إذا كان مكان نحب نروح له ونشوفه فهو يعني معلم من المعالم سهري معلم جدا كبير وعبدالله يعني الآن اللي بتدرب عندك ممكن أن يتدرب طبعا يعني هو مو بهدف أن أنا بس بأدرب الناس يعني في بداية كانت عندي وائد مشاكل أن المعلومة صعبة تحصلها عندنا بلكويتي فلما خذيت المعلومات أنا سافرت أمريكا رحت ألمانيا خذيت دورات تعلمت صارت عندي المعلومات اللي قيمت أقدر أساعد فيها أي شخص يبيتهلم أنا ما وصلت على قمة الهرب بس ممكن تستفيد اليوم من اللي صغير ومن اللي كبير مئة بالمئة اللي صغير يحتاج المعلومة البداية لازم معلومة لأنه ممكن الفشل في البداية يجعلك توقف بس إذا أنت عطيت السابورت أو ساعدت أو علمت الطريقة الصحيحة فأنت كأن قاعد تقول لك كمل أو أنت قاعد تمسكي طريق النجاح مئة بالمئة فاليوم هي موضوع ثقافة بالنسبة لي أكثر من موضوع أنه أنا بيكبس لا تسد في المجال الخشب اليوم في أي مكان ستجده نعم فأنا أحب الخشب بشكل مفرطة أو زيادة إدمان بس إن شيء حلو ثقافة حلوة حق الناس إن أنا عندي الحركة زينة نعم يعني تقدر اليوم أنت من ولا شيء تسوي عمل فني أمية بالمئة أمية بالمئة عادة هل ممكن مثلا أشكال تستخدم تسوي لنا مثلا حواني فازات شيء شذي يمكن أنا تحرّشت بكل المجالات آه بعالم النجارة ذه شيت شوية على النحت ذه شيت شوية على التفريغ والحافر ذه شيت على الخراطة ذه شيت على النجارة فعندي من كل مكان عمل ممتاز إيه بس أني أنا مثلا اليوم هل بي أنافس فهد فأنا لازم أنت أتخصص ويا راح يساعدني أنا بدون ماشيك بها الشيء بس أن اليوم في رسالة أكبر بالنسبة لي أنا بوصل لحق الناس وهذا المطلوب وهذا الأدف أكيد من هذا اللقاء نبرز شباب الكويت ودورهم خصوصا هنا وصلت العالمية نتكلم عنه بعد الفاصل وأيضا أنت من كثير من النادي اللي تحبه يايب المجسم مالك ويا عبطل وياك أيها بعد الفاصل نسأل فيه إن شاء الله فاصل وردين مستمرين معكم مع شباب الكويت المبدعين عبدالله البهاويد وفهد الهاجري فن جديد جديد ممكن علينا على ثقافتنا لكننا لحين ما شاء الله خلاص عندنا مراكز ثقافية كثيرة وحدائقنا أيضا على مستوى عالمي فلازم أن نشوف مثل هذه الأعمال الجميلة أنا شيء مع عبدالله أساسا نشوف الشغل اللي يحطه أول شيء شنو النادي يعني الناس توقع أي نادي اللي تشجعه طبعا اليونايتد هنا أنا حاولت أبرز جمال الخشب شيء أنا أحبه يعني هنا أنا ما استعدمت صبق هذه كلها أخشاب طبيعية مو صبق أي فدرجات الأخشاب اليوم بالعالم سواء بالقطع اللي موجودة جدامنا أو هذه القطعه لما سافرنا شفنا أخشاب عمرنا ما كنا شايفينها فالموضوع مو بس سوري مو بس نحتة ولا بس خراطة ولا بس نجارة الموضوع ثقافة كاملة إحنا كنا نفتقدها اليوم اليوم اللوحة اليوم التي موجودة جدامنا ممكن أن ترونها صنية ممكن أن ترونها لوحة شطرانج بس أيها لوحة تقطيع أكل ممكن ترفع بس كن شوف هذا وهو ليس أي خشب ينفع الأكل فإحنا نجحة هذه الثقافة اليوم ليس أي خشب تقطع الأكل عالمي طبعا لا في شيء ممكن يضرنا طبعا اليوم أنتي مدى مطاعب خاصة تتوجه الناس اليوم كملك ادي كورات خشب وأطباق خشبية ما تقدر تقولهم اللي قد تستخدمونا ترى يطلع مادة سامة ما تقدر تستخدمونا يطلع مادة سامغية راح تطلع انت غلط ونهاية بس احنا في يوم الايام ان شاء الله راح نقدر نوصل الرسالة بشكل اكبر ضروري الثقافة هذي قد تنتشر اليوم تطورت بشكل ملحوظ في المجتمع مو بس فكرة انه من جارة او حب خشب في اساسيات حنا لازم نعرفها مو انا ييب بس مطرقة ومسمار ويقول عن النجار انا لازم عرف هذا الخشب ينفع حقشان يكون نجار لكنني نبي فنان النجار ممكن يكون فنان للعلم النجار ممكن يسوي عمل فني بالخشب او اليوم في بدايتنا احنا كانوا يسمونه نجارين اننا نحوس بالخشب وهذا صحيح يعني ما اقدر اقول ان انا فنان مع العلم ان انا اقدر اسوي اليوم قطعة تستخدم حق اكل شنو تسميني اليوم فنان اسوي كاتينك بورد انا اكون فنان لما يهديش النجار هذا شغل انا اختلف الفنان هو كل شخص يخرج قطعة جميلة من اي شيء هذا الفنان فسواء النجارة عنده اخوي عبدالله خراطة غيره الشخف اليوم فيه فنانين هو فنان في كل مجال نعم هو فنان في كل مجال هو فنان ازاي بيشوف هذا الحين الصحن الخشب مخلوط هذا من مئتين وثلاثة وعشرين قطعة جمعنا ما شاء الله لداخل من ثمن انواع اخشاب مختلفة فلا يوجد صبق لا يوجد صبق لا يوجد صبق هذا كان مشروع سكرابود الذي كان خشب طايح نعم فكان التحدي ان انا اعمل خذيته مثل ريسايكل ايو اعادة استخدام فهذا جمعنا مئتين وثلاثة وعشرين قطعة ممتاز ثمن انواع اخشاب مختلفة طلعوا هذا حين هذا صالح للاكل طبعا ممتاز ممتاز ازاي خان تكلم الآن عن الجائزة العالمية التي خذيتها فهد الهاجري نعم هذا كان في يوم الاخشاب العالمي نعم في لوس انجلس أي سنة؟ العام 2017 2017 كان في شهر مارس وكل سنة يصير في شهر مارس كل سنة يساونا في دولة نعم أول سنة كان في نيبال قبلها كان في تركيا كان في أحد الدول الأفريقية ممتاز فهو يعني يوم تجمع لأهل الخشب اللي ينحط من الخشب أعدو ماهل الخشب أي اللي يسوي خراطة اللي يسوي ديكور أي شخص لا علاقة بالخشب يشتغل بهذا اليوم ممتاز فكنا 120 دولة انت الكويتي الوحيد ولو اياك فريق لا لا أنا معاي فريقي كان معاي مغربي نعم لكن ككويتي كويتي أنا انت الوحيد وفيه اللي كان معنا عبدالعال الجري بالخراطة نعم نعم كان بالخراطة أنا كنت من ناحية فكان تحدي كبير يعني أنا نقيت أصعب قطعة وأكبر قطعة نعم جذع أو كبير نعم كان السلاب اللي هو الشريح نعم قطعة أرضها خمسة متار إن شاء الله هذا مركب سهل مركب وخلاص كان الفريق اللي هو صديقي محمد العادي المغربي كان لنحي ما وصل نعم فقعت أدور نعم قاعد نشوفه هذا انت صح؟ ايه هذه خلنشوف النهاية اش تطلع ايه فقعت أدور أدور ما أعجبني شيء إلا هالقطعة هذه وأكبر واحدة خمسة متار وخلال فات أيامي هات أيامي طبعا هو تحدي كبير بس لما تكون عندك ثقة بربعك ممتاز وبنفسك ايه وبنفسك طبعا أكيد ما يهمك أي حجم خلاص يعني أنت عندك ثقة بنفسك وبالشخص اللي معاك أي حجم ما في مشكلة لو إن شاء الله عشر متار لشان خلاصنا بنفس الوقت فكان عنوان الملتقى روتس اللي هو الجذور نعم فالخيل العربية أنا واحد من جذورك عربية محبين الخيل العربية و مربي خيل العربية و فارس من عمر 9 سنوات إن شاء الله فارس و نحا فكرت بالفكرة بنات الريح العمل سميته بنات الريح بالإنجليزية بنات الريح طبعا الخيل في جذورنا متأصلة فسويت هذا العمل اللي هو 11 راس خيل 11 راس خيل يا محمد العادي كمل وياي على طريقة الهوى حركة الهوى اللي فيها فكان أمل جدا جميل اللي يت بعدين هو كان برعاية جامعة كاليفورنيا جامعة كاليفورنيا نقت و اختارت ثلاثة أعمال على مستوى العالم و خذتهم و حطتهم بالمين هول هناك في جامعة كاليفورنيا ممتاز ما شاء الله و اسمك طبعا فهد الهدري طبعا موجود ممتاز و شنو لوع الخشب اللي استعملت كان الخشب تشيري اللي هو كرز 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 يعني شرت كرز ممتاز نحن هناك شوف مثل ما قال أخوي قبل شوية عبد الله لما نسافر نشوف أخشاب يعني بحياتنا ما شفنا يعني أنا بأمريكا شفت لوق يعني الجذء مترين قطرة يعني شي خرع ممتاز عدني خبرة الأخشاب طبعا طبعا عبد الله يعني بالخشب يعني يسبقنا كلنا لا لا بالخبرة و بالأنواع ما شاء الله علي متواضع يعني تفضل الخشب قصة ثانية يعني أنا لما أبدأش على الخشب أحاول أقرأ كثافة الخشب القوة فلا أكثر من ميزان أو لا أكثر من مقياس أنا هذي الكتنك بورد لما أجمعها لما أحط أخشاب أنا هاي ثلاثة نوع هذي ممتاز والكرز نعم والجوز أنا إذا حطيت فيهم نوع تكون كثافة أقل مع أنه يكون صالح للأكل بس وقت التشطيب ستحس أنه هناك خشب أخف من خشب فيكون فيه كيرف خفيف نعم فأنت تبي تدقة بالعمل فلازم تجمع الخشب مو بس كشكل يعني دائما مرات يكون الشكل وائد حلو بس مو عملي نعم لأ الواحد أنت خلاص خليت الواحد بأن يعيش حالة تأمل ويطالع الخشب مو مجرد بس أنه خشب فيه يعمل يشوف أنه وراء وراء قصة وراء خوز هو صار بالنسبة لنا نعم نعم هل متوفرة نوع الأخشاب هنا ولا لدينا مشكلة مع جيرانكم بس نزين الأخشبة ممكن تنحرق بالكويت بس ما ممكن تأخذها طبعا تقصد هذه العامة للبيئة يعني والبلدية هل نخاف على بيئتنا بعد؟ الخشب أنا ما أقول لك أنها خلني أطيح الشارع وهتمين في البيئة اليوم عندنا مشاريع بعد شوية بتسلفون عنها الديرة قاعد تتطور طرق يديدة ففي أشجار قاعد تنقط هذي الأشجار وين تروح؟ تروح المحرقة تمحرق من باب أولى نحن نأخذها أكيد إذا تستفيد منها و تسوي شكل جميل وأنت مهتم بالبيئة أو أمرتن خشبنا ترى جدا قوي و جميل جميل برهامة بس إنها ممنوعنا أخي البرهامة عندنا شيرة اسمها البرهامة أردوها مساء تبدل شنو داخلها من جمال إلى ما أتدري ألوان و أشكال جميلة بس ممنوعنا أخذها يروحون ينحرقون بس أنت ممنوعنا أخذها فأتوقع أننا اليوم وجودنا رسالة حقا 100% وهذا الهدف أنا مو ضد أن تفتح لي الديرة و خلني أطيح شيئا ما أنا أريد أنا ما أريد هذا ما أريدنا شيئا الوائد أبدا الشارع قائمة نعم إنسا مستحيل أن يصح أبدا فأنت أتكلمون عن الشجرة الميت ميت طائر أو يتلف نعم فمن باب أولا أنك تعطينا المجال نحن ننشيله كلام سليم و في أماكن كثيرة ممكن أن يروح للمرسم الحور ممكن أن يروح لمجلس الوطن الثقافة و الفن والأدابة أكيد عنده أفرع أخرى فهناك مكان يستقبل هذه الأخشاب أنا أستقبل كل خشب أنا أسموني الأرض شفت الأرض هذه بالخير كل شيء أي نوع خشب أنا أحب أشكر و شركة النفط كي أو سي لأنهم في السمبوزيوم كانوا ماررين بالشارع فشافونا يابلنا بوم تراكت كاملة كلها متروسة يا خشاب قالوا إحنا نقطعينهم لأننا عندهم مشروع و كانوا يابلنا لياهم عندنا ليش أنهم يقدرون هذا الشيء عارفين و كانت مساهمة جميلة بالعكس لأننا عندنا ندرة أخشاب في السمبوزيوم و المرسم الحر و أنت طبعا معملك فيه هناك عندكم أيضا مشكلة في الأخشاب لا والله أنا حاليا يعني قاعد أجمع يعني ألقى شيء ميت طائح أأخذه مثلا عبد الله عيتنا قسلي و جذ آنتنا قسلة كذير هذا اللي جاء يسير بإنه كذير فهد صاري لنا مثل مورد لأنه خنقل عنده جهة رسمية في المرسم الحر و يعطونا و يقصروا إلينا لكن اليوم ما توقع فهد لا يأخذ كل الأخشاب الموجودة لأنه أكيد الكمية الأكبر تتلف نعم فهد لا يوجد الكمية لنا يشيلها كلها لكن لو كل واحد يمكننا أن نذهب في مكاننا و نستطيع أن نتفاهم و نأخذهم فهد يأخذ الأبي و أنا أخذ الأبي أخذ الأبي بدون أن نأخذ المصيب فهد و إذا رحتوا هذه العملية البيئة و قابلت مسؤولين لا يمكن أن تصلوا إلى حل و الله نتمنى و أنتوا رائحين شباب الكويت و أنتوا هادفين و أنتوا رائحين و أنتوا رائحين بالأس و أنتوا رائحين بالأس تستعلمون و تستفيدون هناك شيء اليوم يعني أنا لا يقول أن هذا المعوق الوحيد الذي يأخذنا نعم اليوم هناك أشياء أساسية طبعا قبل أن أذهب إلى المعوقات قبل أن يبدأ المعوق نرى هذا المجسم أو شرح لي هذا هذا هنا خراطة الخشب و هناك تكنيك اسمه سيجممتد و تيرنين هذه دورة خلية في أمريكا ممتاز الأمريكاء لديهم شيء أساسي أن الجمال في القطعة لازم يكون موجود لكن كثير ما تستطيع حاول أن تتوفر أوفر؟ طبعا أوفر ما؟ المادة المالات المتيريال الخشب نعم إذا كان عندي جذح أدل أفضل مننا عمل إذا كنت أقدر أفضل مننا أثنين أفضل فالسيجممتد تكنيك استخدمة بلا أساس أن نتوفر كمية الخشب المستهلك في عملية الخراطة هذا أنت الحم يحتاج توفير الخشب ريات تب وقتها فتعطيك شكل جمالي ليس فقط مجرد أنك تستطيع تسوي صحن أبدا تستطيع تدخل على صحن ألوان وأنواع أخشاب مختلفة تتميز كنكشة نعم هذا تكنيك السيجمت و تيرنينج هذا ممتاز وكذا سيفيدكم في كل مجالاتكم يمكن ذكرتم عن المعوقات هل هناك شيء يُعيئكم؟ اليوم لا أتكلم بأنانية فقط أنا كنجارة و كحرفي أو كمنحات باسم كل شاب نحن اليوم نتكلم بشباب الكويت اليوم الدولة متوجهة تجاه تغريبا لا أقول كلي بس شيء كبير من حق المشاريع الصغيرة و دعم شبابية و دعم شبابي من حضرة صاحب السمو والله يحفظ بأن تدعمون الشباب و أنشئة وزارة و أنشئة كل المحافظ لكن ليس معقول أن المشاكل الأساسية لا تحل يعني أنت اليوم هذا الكيان يوجد كله و المبالغ كلها الدولة توفرها لكن لديك مشاكل أساسية يجب أن تحلها يعني مثال أنا اليوم في شاب كويتي أفتح منجارة أفتح أي مشروع صغير ممتاز أنا إذا كنت أتكلم عن منجارة فأحتاج مكان أعود نعم أنا شنو راح أبيع لما أدفع أجار خمس ألاف أجار خمس ألاف أبيع ممنوعات عشان أسكر الخمسة أنا الخمسة هذه بدون عمالي بدون كمنجرة هذا أجار هذا أجارك خمسة شنو أنت شجعتني عشان أن أنا أهد وظيفتي و أفتح مشروعي لا أمم كل اللي سويتم مثال حين هذا تكلفته مثلا دينار فأنت تسدد عليك تبيعه بمئة دينار أهني هذا باب ثاني أننا الصج صار عندنا فئة من الشباب بما أن أعمل بيده قاعد يبالغ بسعره بس مول عن نهوية نحن في مجتمع أنا لو أبيع قطعة بعشة دينار يمكن أن أبيع خمس قطعة بس لو أحطها بمئة نعم ستشوفها غارية زينة كلمانيك سيكون زين هذه ثقافتنا اليوم صار جزم ثقافتنا الشيء الغالي يعني هو الشيء الزين بس أنا اليوم لدي واحدة اثنين ثلاثة هذه إذا أنت ما توفر لي ياهم يعني أنت تحط لي ملايين دينار كدعم مادي بس ما تعطيني مكانشتهم كأنك خذيت أعطي إطنياهم عشان أعطيهم مفلال عشان أصرف أو أشوفه وممكن تكون هذه يعني مشاكل بس يعني صالت لك أنت عرفت يمكن مشاكل يعني ما هي كبيرة جدا للشباج الشباب لكن إذا رحت وتتوجهت أو أكيد إلى إلى وزارة تجارة من هو مسؤول وكلمته عن المشروع ودراسة جدوى والأمور هذه كلها أكيد راح يقتنع خصوصا يعني أنتم شباب الكويت ومنجزين نتمنى شوف أنا خاصة يعني أوجه رسالة حق وزارة الشباب يعني يريد أن يرفعون لمدة العمر شوي يعني هم حاطين لمدة لغاية الأربعة وثلاثين نعم 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 أي الأبداع ما لا حدود ولا عمر نعم يعني لغاية الآن أنا أعرف ناس يعني برا أعمارهم بالسبعين و بالخمسة سبعين و بالثمانين نعم لكن يا أخي تشوفهم مبدعين شيء يعني خيالي هذا مشاريع ثانية هني الهدف أنه دعم مشاريع الشباب نعم نعم فوزارة الشباب أتمنى أن نعم نعم يعني 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 يرفعون شوية العمر أموما أنتم عندكم إنجاز كبير إنجاز عالمي ما شاء الله يعني وحرفيين والحرفي دائما ما يعوق شيء بالعكس من مشكلة يحلها ويطلع لي أنا حتى على مستوى التولز ترى أقول لك يعني أي أحيانا ما نلقى التولز لأننا موتوا فيها أدوات يعني نعاني فيها بالكويت فنطلبها من بره دائما نطلبها من بره أحيانا مثلا عبدالله يسويها أنا أسويها وغير وغير أنت تسوي لك تولز حق نفسك تصنع عبيدك تصنع عبيدك يعني حق احتياجك يعني ما يعقكم شيء ما يكون شيء هذا والله أحتاج الشغلة الفلانية لا لا أقدر أعيب لي قطعة حديدة أطقها مني أطقها مني أسخنها كذا أسوي لي الأزمير الذي أبيه يعني أحسن من أنتم قاعد تنجزونه و هذا هو هدفنا بأننا دائما نظر كل إنجازات الشباب رغم العوائق رغم الصعوبات لكن ما شاء الله فيه نجاح فيه نجاح عالمي و أيضا مدربين في الفترة القريبة خلال الشبوعين سوف يكون فيه اليوم العالمي للأخشاب في كمبوديا اسم الكويت هالسنة ليس موجود لأنه لم يكن فيه راعي راشمي أنه يكونوا من شباب الكويت موجودين إن شاء الله بعد هذا اللقاء هذا يكيد بنحصل صد؟ بنحصل أحد نعم فهد موجود أنا موجود يا أخي فيجيك موجود لا أحد نعم نعم ربعنا البحريين و هذا الكلام أضع طبعا هذا نعم أختموا يا أخي مرة ثانية أشكر الشركة الكويتية لأستثمار لأنهم الرعاة قلوني أنا أذهب هذه المرة أذهب مثل الكويت طبعا إن شاء الله عندي إن شاء الله مشاركات جاية إن شاء الله عندي في المدينة منورة عندي في البحريين عندي في المغرب عندي في نقطونية من عمان بعد فإن شاء الله هناك مشاركات مرتقبة و هناك دعوات قاعدين يتوصلني الحمد لله يعني أكثر من هذه الإيجابية و هذه النجاح التي أنتم فيه ماذا ترون؟ أي عائق أكيد راح تتجاوزون و ضروري إن شاء الله بعد ما تذهب إلى كمبوديا وأنا نعرف أو ممكن نصور تقرير و نعرف إنجازك فيه أتصور لكم كل شيء أو نأخذ لك اتصال حياكم الله تسلمون و مشكورين على وجودكم جدا هذه البضاعة راح نصادرها منك عبدالله أخذ اللي فيه أنا جاء ما يتمنحوتا أنا لو كان قاتسيا كان خذيتا بدأ ما أنشسر ما ليش قلقي قاتسيا ما راح سوف كل شيء كلكم مرة ثانية يا أخواني أنحات عبدالله علي البهاويد وأيضا أنحات فهد الهاجري هو أنشاء